وبالعودة مشاهدين إلى الشان الدولي وتحديداً التدعيات الاقتصادية من خلال هذه الأزمة المستمرة على الصعيد السياسي والعسكرية والاقتصادية أيضاً بين روسيا وأوكرانيا حيث ذكرت وكالة بلومبرغ أن مهمة المجلس الاحتياطي الأمريكي لخفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف فأصبحت أصعب مما كان متوقعاً في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية مع استمرار التدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي أصبح معدل التضخم في الولايات المتحدة اليوم أقرب إلى ذروته المسجلة في عام 1980 والذي سبب ركوداً اقتصادياً في البلاد خلال ذلك الوقت وكالة بلومبرغ أشارت إلى أن مهمة المجلس الاحتياطي الأمريكي لخفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف أصبحت أصعب مما كان متوقعاً كما أن خبراء اقتصاد أمريكيين أعادوا حساب القراءات التاريخية لمؤشر التضخم بهدف تطبيق نماذج الإنفاق الحديثة عليها خاصة الإنفاق على السكن إلا أن الوضع الحالي يزيد من التشاؤم في الوقت نفسه لا يزال مصير أكبر سوق للسندات على مستوى العالم مرهوناً بأن يبلغ التضخم في الولايات المتحدة ضروته حيث تأرجحت عوائد سندات الخزانة ذهاباً وإياباً منذ الشهر الماضي وينتظر المتعاملون الإعلان عن تقرير مؤشر التضخم لطرح تفسير لما إذا كان عائد سندات الخزانة القياسي لمدة عشر سنوات سيتكبد تراجعاً آخر أو سيعيد اختبار أعلى مستوى في مايو وفي استراليا ومع تفاقم التضخم إلى أعلى مستوياته في أربعة عشر عاماً مسجلاً نحو أربعة بالمئة خلال مايو الماضي اضطر المركزي الاسترالي إلى رفع سعر الفائدة بأكبر وطيرة منذ 22 عاماً بنحو خمسين نقطة وبأكثر من التوقعات التي كانت بين خمسين وعشرين إلى أربعين نقطة فقط ويعد ذلك ثاني رفع للفائدة في البلاد خلال الخمسة أسابيع الماضية يبلغ معدل البطالة في استراليا حالياً نسبة 3.9% وهو أدنى مستوى منذ 48 عاماً لكن رغم ذلك فإن التضخم زاد في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من ضعف وطيرة زيادة الأجور في نفس الفترة البالغ نسبتها 2.4% مما أصفر عن أكبر تراجع في الأجر الحقيقي منذ قرابة عشرين عاماً